حصيلة استثنائية للموسم الفلاحي حسب ما أعلنت عنه وزارة الفلاحة وذلك بفضل وفرة وانتظام التساقطات المطرية أنواع الحبوب الثلاثة رئيسية كان لها النصيب الأكبر من هذا التطور في حجم الإنتاج يعني هنا الناس اللي هم خدمهم زيان يعني وصل حتى الثمانين قنطار فلقطار تقريبا يعني النوع الفرينا اللي كان عرفوا الفلاحة وكل بزاف حتى تلقى محتوى تقريبا كان ما بين ستين وخمسة وستين بعد الأنواع أخرى ديلة الشهور وديلة ربعه شهور وربعه شهور كانت متميزة بزاف الأنواع اللي كانت تحمل الماء كانت مزينة بزاف إنتاج حسب الفلاحين الصغار لا بد وأن ينعكس على وضعيتهم أمر ينفيه بعض صغار الفلاحين فثامن بيع الحبوب في السوق لم يحترم الثمن المرجعي بفعل تحكم بعض المضاربين في الأثمنة عدي في حدود عصر الكطارات الفلاح هذا العام زيانة وكل أتمينة ما كناش كانوا قاولون بالأتمينة بخمسة وستين مئة القنطار هذا العام كيأخذون عدنا غير 4200-4400 الشعير اللي كنا معاولين عليه هو هذا الشيء 4200-2400 القنطار يعني الفلاح الصغير خاسر زاء الثلاثة في المئة هي حجم تطور الإنتاج لهذا الموسم عكسته مردودية الأراضي المزروعة رغم تقلصها بستة عشر في المئة مقارنة بالموسم الماضي وهو ما يطرح تساؤلات لدى إحدى الجمعيات المهنية حول موانع استفادة صغار الفلاحين من كل هذا التقطم في القطع لأنه الفلاح الصغير تم الإعلان على التمال المرجعي اللي هو 280 ولكن في السوق الفلاح استضم بواحد الواقع آخر اللي خلاه يبيع 220-230 درهم وهذا كاريتي بالنسبة للفلاح الصغير لأنه إلا بغا يوصل المعدل ديال داك المصاريف أو الاستثمار اللي دار خاصوا على الأقل يكون حقق ججطون في القطع كمنتوج وإحنا مزان ما وصلناش لهذا الرقم المخطط الأخضر حسب بعض الفلاحين مكن المغرب من الرفع من حجم الإنتاج لكنه لم يمكن الفلاح الصغير من الرفع من مدخوله انسجاما مع هذا التطور ترجمة نانسي قنقر